اشتركوا في القناة وعبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على درك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله موضوع خطبة اليوم الحج رسائل وحكم ولا شك إذ نعيش في ظلال أشهر الحج وفي ظلال أداء هذه الفريضة العظيمة في ظلال الركن الخامس من أركان الإسلام لا بد لنا أن نعيش هذه المعاني بقلوبنا وأرواحنا ومشاعرنا وعواطفنا فلئن كان الحاج الذي يؤدي الفريضة هذا العام بحاجة أن يتعلم فقه الحج وبعض أحكامه من أركان وواجبات ويحذر المحذورات فيه فكلنا بحاجة أن نعيش معاني الحج في الحقيقة لأن معاني هذه المدرسة العظيمة لا تقتصر بحال من الأحوال على هذا الذي يؤدي هذا النسك وإنما يجب أن تعيش الأمة كل الأمة هذه المعاني وليس فقط في أيام الحج بل في كل وقت وفي كل حين لذلك عندما نستذكر الحج نستذكر مدرسة الإيمان والتوحيد الخالص لله نستذكر مدرسة الحب لله ولرسوله والتجرد عن الدنيا وما فيها نستذكر الشوق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم نستذكر الخضوع المطلق والاستسلام المطلق والتوكل الكامل على الله جل جلاله فإن بدء هذه المناسك إنما كان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان بدء هذا الأمر كيف نتعلم التوكل على الله إذ يضع ولده فلذة كبده وزوجه في أرض لا زرع ولا ماء ولا طير ولا إنس وإذ يتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذ يستسلم لأمر الله وإذ يثق بالله توحيدا لله وعبودية لله وخضوعا لله وإخلاصا لله إذن في حقيقة الأمر الحج مدرسة الإخلاص ومدرسة العبودية ومدرسة الاستسلام من الله جل جلاله ولو أن الأمة الإسلامية وعت هذه الحقائق ومعنى أنها تستسلم لأمر الله لم نجد كثيرا من الجدل وكثيرا من الخصوم وكثيرا من التمرد على شرع الله ترى هذا الحاج الذي يطوف بالبيت سبعة أشواط أو يسعى سبعة أشواط أو يقف في عرفات أو في مزدلفة أو يرمي الجمرات لا يسأل نفسه لماذا أنا أفعل ذلك إنما أنا أفعل ذلك عبودية لله خضوعا لله حبا لله استسلاما لله توكلا عن الله ثقة بالله وهكذا يجب أن يكون موقف كل مسلم من كل شرائع الله ومن كل تشريعاته ومن كل الشعائر ولذلك فالحج في حقيقة الأمر هو مدرسة التضحية ومدرسة الجهاد فلا غروة إذن أن نجد أن سورة الحج هي التي حدثتنا عن انتصار الله لرسوله وهي التي حدثتنا عن بدء الإذن بالجهاد في سبيل الله تعالى ولا يغيب عن بالنا أبدا أن الحج مدرسة اليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر فكل حركة وكل سكنة وكل ركن وكل عمل وكل واجب تقوم فيه في الحج إنما تستشعر وقوفك بين يدي الله جل جلاله والحج من ثم مدرسة المساوات ومدرسة الإنسانية فتجد الفقير وتجد الغني وتجد الكبير وتجد الأبيض والأسود وتجد كل الناس في صعيدا واحد لا يفرق بينهم أحد لذلك فالحج إذن مدرسة الحياة الإجتماعية في تآلفها وتآخيها وتعاونها وحبها إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي لا يجوز أن نغفل عنها بحال من أحوال وهي معانا يجب أن يعيشها في كل وقت وفي كل حين لنستذكر علاقتنا بإبراهيم وأنه كما قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ليتأكد لنا أنه نعم ثمت وحدة الرسالات إذ مصدرها الله وإذ قامت على التوحيد لكن دينها الإسلام فلا مجال للخلط بين ما يسمى أديان أو ما يسمى شرائع إذ إن الدين عند الله الإسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لنتعلم من الحج معاني وحدة الأمة وحركة الأمة الواحدة نحو هدف واحد في حركة واحدة منتظمة في آمالها في آلامها إلى غير ذلك لنتعلم معنى أن هذه الأمة أمة الإسلام هو سماكم المسلمين لا شك أننا بين يدي معاني عظيمة لذلك سما بعضهم الحج مؤتمر الأمة الإسلامية الأعظم ولكننا وإذ نتكلم عن الحج وعن ركن الحج وحكم الحج ورسالة ومدرسة الحج فالحج يعني المقدسات ويعني الحفاظ على المقدسات ويعني تعظيم المقدسات والحج يعني هذه الأمة ويعني وجود الأمة والحفاظ على الأمة ووحدة الأمة ونقاء الأمة وهوية الأمة وسلامة الأمة ونقاء فكر الأمة ويعني تحرير المقدسات فكيف يمكن لإنسان أن يؤدي مناسك الحج وهو يرى فالث المساجد ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم معراج رسول الله صلى الله وسلم أسيرا كيف يمكن أن يستشعر أنه قد أدى فريضة الحج بحق إذا كان الأمر كذلك أي أن الحج في حقيقته هو وجود الأمة والحفاظ على عقيدة الأمة ووحدة الأمة وهوية الأمة ومقدسات الأمة وتحرير مقدسات الأمة فلابد أن نسأل أنفسنا ما هو الطريق إلى ذلك قطعا قطعا لن يحفظ هذه الأمة ولن يحفظ مقدساتها ولن يحفظ أركانها وشعائرها ومشاعرها ولن يحفظ وجودها وهويتها إلا هذا القرآن العظيم فبمقدار ما نحافظ ونحفظ ونلتزم ونتمسك ونطبق هذا القرآن العظيم هذه الأمة في حفظ هذه الأمة في وجود هذه الأمة في قوة هذه الأمة في ارتقاء في عزة إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن من كل هذه الآيات نفهم أنه لا يمكن أن يكون لهذه الأمة حفظ ولا يمكن أن يكون لها وجود ولا قوة ولا عزة ولا كرامة إلا من خلال هذا القرآن العظيم وبمقدار ما استمسكنا بهذا القرآن العظيم عرفنا القرآن العظيم بموقف أولئك المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى وكشف لنا حقيقتهم وأساليبهم فكان مما قال سبحانه وتعالى في بيان موقف المعرضين عن كتاب الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فضحهم القرآن العظيم عندما يقول سبحانه وتعالى مبينا أحوالهم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد وهنا قد يتساءل المتساءل ما هي أساليب هؤلاء في الإعراض عن كتاب الله ولماذا يعرضون قبل قرن وأكثر من ثلاثين سنة أكثر من مئة وثلاثين سنة يقف رئيس وزراء بريطانيا آنه ذاك إجلاد ستون ليقول في مؤتمر عام وقد أخرج القرآن العظيم بيده ليقول للناس وللغرب إنه طالما هذا القرآن بين أيدي المسلمين وبين أظهر المسلمين وطالما أن المسلمين يتمسكون بهذا القرآن فلا يمكن أن نسيطر على العالم الإسلامي ربما هي أصدق كلمة قالها كاذب فاجر نعم ولذلك القرآن فضح موقفهم وفضح أساليبهم عندما قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون وعندما فضح أساليبهم في ذلك إذ قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا من هنا نسأل عندما يخرج لنا بعض من يسمي نفسه علماني أو لبرالي وهو يتسمى بإسم مسلم ويكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو على محطات فضائية ولكن بلغة عربية وعندما يقول ويعلن أن هدفه في هذه الحياة هو محاربة التعليم الديني ومحاربة التعليم القرآني يزاعما أن الإرهاب إنما يأتي من ذلك وهو لا يريد أبدا أن يفرق بين الحق والباطل في ذلك ما الذي يحمل أمثال هؤلاء ما الذي يحمل أمثال هؤلاء وقد حملوا أسماء إسلامية في بلاد إسلامية شتى وهذا تجدونه منتشرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض المحطات الفضائية على مساحات العالم الإسلامي في الواقع أصبح ديدا بعضهم كيف يحارب الإسلام من خلاله محاربة التعليم الإسلامي ومحاربة التعليم الشرعي ومن ثم محاربة القرآن العظيم ترى ماذا ينقمون من ذلك لأن فيه سورة النور التي بينت الحدود وبينت أسباب حفظ المجتمعات حتى لا نسمع بجرائم القتل المريرة الآثمة الغادرة الفاتكة التي تفتك بأبنائنا وبناتنا غدرا إذ يفتقد بعض أبناء الأمة أقول بعض وبعض إذ يفتقد بعض أبناء الأمة التربية الإيمانية والتربية القرآنية فتقع هذه الجرائم فتأتي سورة النور لتربي هذا المجتمع أليهذا نخاف من القرآن العظيم أم لأن فيه سورة براء التي تطهرنا من النفاق أم لأن فيه سورة الأحزاب التي ترقين إلى مقام الصدق مع الله ورسوله أم لأن فيه سورة محمد سورة القتال التي تدعو إلى أن تكون هذه الأمة أمة قوية عزيزة منيعة أم لأن فيه سورة الفتح وما هو منهج الفتح أم لأن فيه سورة الأخلاق سورة الحجرات وعلمنا أن أمة لا تقوم إلا على أخلاق فماذا ينقمون إذن من هذا القرآن العظيم في حقيقة الأمر لذلك هؤلاء المعرضين عن كتاب الله ماذا سيقولون لربهم عندما يقال لهم وقفوا منهم مسؤولون ماذا سيقولون لربهم عندما يقال لهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ماذا سيقولون لربهم عندئذ هل سيقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل هل سيكون ذلك عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى ولكن الله بشر الأمة الإسلامية بشرنا معاشر المسلمين ولكن هذه البشارة منوطة بمقدار استمساكنا وحفظنا والتزامنا وتطبيقنا وإعلائنا لراية هذا القرآن العظيم يريدون أن يطفئوا نور الله بفهم ويأبى الله إن لا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدة هذه البشارة لابد لها من عمل ولابد لها من إعداد ولابد لها من جهد واجتهاد وإخلاص مع الله سبحانه نستحضر هذه المعاني ونحن نتكلم عن فريضة الحج وركن الحج وشعائر الحج ومشاعر الحج ومناسك الحج أن هذه الفريضة تقوم على مقدسات وأن هذه المقدسات لابد من حفظها وحمايتها وتحرير محتل منها وأن هذه الفريضة تعني الأمة الإسلامية ومعنى وجود الأمة الإسلامية فكيف يمكن إذا أن نحافظ على هذه الأمة الإسلامية وعلى وحدة الأمة الإسلامية ووجود الأمة الإسلامية وتحقيق معاني العبادات كل العبادات كيف يمكن أن يتصور ذلك من غير هذا القرآن العظيم وأن نربي أنفسنا عليه وأن نقتدي به وأن نتمسك به وأن نعلي من شأنه فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم